السلام عليكم أعزائي الطلاب استكمال لليما سبق هنتكلم على المعادلات المتجنسة يقال أن المعادلة بف اكس و وي دي اكس زائد كيو اف اكس و وي دي وي يسوي صف معادلة تفاضلية متجنسة في ال اكس وي اذا كان البي والكيو دول متجنسة في ال اكس وي من نفس الضهر هذا النوع من المعادلات يمكن كتابته على الشكل ويداش يسوي اف اف اكس اف اف وي على اكس أيضا هذا النوع من المعادلات يمكن تحويلها الى معادلات قابلة لفصل المتغيرات باستخدام التعويض ي على اكس وي نشتاق اذا اسم لي وي بدي اكس يسوي عجز ال اكس لي وي بدي اكس ونعوض في المعادلة دي عن احصلت هذا الشكل الشكل دي يمكن فصل المتغيرات واحد również معادلة تفاضلية القابلة للفصل بالШكل ده ولكنسهما نوجد الحل الكامل ونوجد الحل لهذه المعادلة ثم نرجع الى التعويض بتاعنا اللي هو يوسو Y على X نشوف مثال أوجد حل هذه المعادلة التفاضلية هذه المعادلة ممكن نكتبها بالشكل ده DY by DX يساوي 3X تربية ناقص Y تربية على 2XY اللي هو يساوي ممكن نقص مع X تربية يبقى 3 ناقص Y تربية على X تربية على 2Y على X نستخدم التعويض U يساوي Y على X والاشتقار U زايد X DU by DX يساوي DY by DX نعوض يبقى U زايد X X DU by DX يساوي 3 ناقص Y تربية على 2U نودي اليوم النحلة التانية يبقى X DU by DX يساوي 3 ناقص Y تربية على 2U ناقص U اللي هو يساوي 3 ناقص 3U تربية على 2U اللي هو يساوي 3F تحقص 1 ناقص U تربية على 2U فصل المتغيرات يبقى 2U على 3 1 ناقص U تربية يساوي DX على X نشوف دي الصيغة اللي احنا قلنا على فصل المتغيرات وبشا كده ممكن نخلي التلاتة هنا ممكن نخلي التلاتة هنا ونحزفها من هنا طيب هذه المعادلة معادلة تفاضلية قابلة للفصل المتغيرات ازاي؟ هنا البسط مشتقط المقام وهنا البسط مشتقط المقام نحصل على A تكامل بالشكل ده هنشيل اللين نحصل على هذا الشكل حيث C سوزائده ونقص K وبعد كده ننشيل كل U ونحط مكان هي Y على X ونحصل على هذا الحل حل العام اوجد حل الشكل ده نشوف مسألة تانية اوجد حل هذه المعادلة التفاضلية نعمل عدد سيارة لهذه المعادلة نكتبه DY BY DX هنقسم على X هنقسم على X يساوي Y على X نقص كوزين تهبير Y على X طبعا هنشوف كل U على X ونحط مكان هي U يساوي Y على X ونستخدم التعويض اللي هو U زائد X DU BY DX يساوي DY BY DX نعوض يساوي U نقص كوزين تهبير U الUD مع الUD إذن X DU BY DX يساوي نقص كوزين تهبير U نعمل فصل متغيارات يبقى SICK تهبير U DU يساوي نقص DX على الX نشوف نحصل هذا الشكل اللي هو هو الشكل ده بعد فصل متغيارات يبقى الشكل بتاعنا هو التكامل عادي التكامل السICK التكامل هو تكامل SICK تهبير U DU يساوي 10 U وتكامل DX على الX DX على الX يساوي لن X ما كان نعوض هو هيدين الشكل ده نعوض عن كل U Y على X نشوف مثال الثاني DY BY DX يساوي Y على X زائد X على Y نفس كامل يساوي يساوي U يساوي Y على X عايزين معادلة تصبح U زائد X DU BY DX يساوي U زائد 1 على U U U U D U U BY DX يساوي 1 على U فاصل المتغيرات U DU يساوي DX على X نكامل هنا يبقى U تربيع على 2 يساوي لن X زائد لن C أو سعب لن C نشوف باصل المتغيرات ومما الشكل ده بالتكامل نحصل لهذا الحل اللي هو بالشكل نشوف مثال أوجد حل المعادلة التفاضلية اللي بالشكل ده نفس الكلام نحاول نصير هذه المعادلة نقسم على X بواحد نقص Y على X E plus Y على X زائد الواحد DX زائد E plus Y على X DY يساوي صف احنا قلنا U يساوي Y على X منها الواي يساوي U X أي أن DY يساوي X DU زائد U DX هنعوض في المعادلة بتاعتنا واحد نقص U بE أس U زائد الواحد DX زائد E أس U وما كان الDY نكتب عن مكان X DU زائد U DX يساوي صف هنا ناقص U E أس Y E أس U DX ناقص U E أس U DX يبدأ هتشال معده إيلا هيفضل هيفضل E أس U زائد الواحد DX زائد X E أس U DU يساوي صفر فصل متغياد يبقى DX على X زائد E أس U على أس U زائد الواحد DU يساوي صفر هنكامل هنشوف هنعوض تصليم التعود ده عوضنا على DY فصل متغياد تصبح بالشكل ده اللي هو عندنا ده وبعاكد هنكامل تكمل ده LEN X وتكمل ده LEN واحد زائد E U يساوي LEN C نشيل LEN ونعوض عن كل U بقيمتها اللي هي Y على X تصبح الحل بالشكل نضوي ترجمة نانسي قنقر